منظومة وطن مؤلفة من ثماني مؤسسات مجتمع مدني سوريا تغطي مجالات متنوعة في الجوانب الإغاثية والخيرية والحقوقية والإعلامية ورعاية النشأ والتدريب والتطوير والتأهيل إلى جانب الدراسات والأبحاث مؤسسوها هم مجموعة من الشباب السوريين الذين ولد وترعرع أكثرهم خارج سوريا ويعدون عدتهم لتحمل مسؤولياتهم في بلادهم منظومة وطن هي تجميع لجهود موجودة منذ بداية الثورة مأسس لها إعادة تشكيل وتأطير وإنضاج من أجل فاعلية أكبر ومن أجل يكون عندنا ذراع فاعل في دعم ثورة الشعب الآن وفي دعم حركة النهضة في المستقبل إن شاء الله في سوريا الجديدة وعلى الرغم من مشاركة بعض الوجوه البارزة في المجلس الوطني السوري في المؤتمر التأسيسي لمنظومة وطن فإن القائمة عليها يقولون إن تلك المشاركة لم تكن إلا مشاركة بروتوكولية ويقولون إنهم يهدفون إلى العمل التطوعي من أجل خدمة المنكوبين في الداخل السوري واللاجئين السوريين في دول الجوار تركيا ولبنان والأردن عملنا ليس عمل حكومات وليس عمل في مستوى العمل السياسي للحكومات نحن نعمل على إغاثة أهل هذا العمل يعني توجد له قنوات حتى وإن كان هناك حصار حتى وإن كان هناك صعوبة في هذا العمل لكن لا يستحيل فتوجد وسائل لهذا العمل العمل الإغاثي أيضا يعني جزء كبير منه هو عمل إغاثي للاجئين لأنه هذا أيضا جزء كبير جدا نحن لدينا آلاف في لبنان الآن لدينا أعداد كبيرة في الأردن لدينا أعداد كبيرة في تركيا ويقول مؤسس منظمة وطن إنهم سيعملون على تعزيز مفهوم مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع السوري وتأثير على العملية السياسية وتوجيهها نحو المسار الذي يخدخد سوريا والسوريين ويحافظ على الحقوق والمكتسبات ويأمل المؤسسون الشباب أن يبقوا بعيدين عن تأثير السياسة والساسة عليهم من أجل إنجاح مشروعهم التنموي في سوريا المستقبل ويؤكد مؤسس منظومة وطن المدني أنهم لا يتبعون أي جهة سياسية أو عسكرية وأن هدفهم الرئيس هو دعم وخدمة الثورة السورية في المرحلة الحالية وبناء السوريا في مرحلة ما بعد النظام الحالي من اسطنبول عبد الناصر سنجي بي بي سي